اشتركوا في القناة في الدنيا يعني ايه كانت مولاة عن نار؟ نار نار؟ نار نار الحمد لله بس يعني هي حفلة جميلة والناس لذيذة والناس عايزة تتبسط وهنا هدفنا ان احنا نبسط الناس الجميلة حكيم عنده فلسفة كده في الاغاني حتى الاغاني الحزينة بتاعته الناس بترؤس عليها ايه الموضوع ده؟ ده علشان المزيكة اساسا غذاء للروح ولما نقول ان الحاجات الدراما لما تتغنى وتتلحن على قاع رشيق احسن حاجة احسن حاجة ان الواحد يرقص ويتمايل بالوجع بتاعه يعني وهو موجوع وانا بقول له كلام حزين وبيرقص برضو وممكن دموعه تنزل وهو بيرقص فدي يعني ده الهدف من الاغاني من المزيكة والاغاني والحالة اللي بتصنعها الموسيقى بالزبط كده ان الواحد ممكن في الحاجات اللي هي الدراما والحاجات الحزينة ان الواحد يرقص على وجعه دي من اقوى الحاجات اللي هي بتتعمل في المزيكة اللي هي الدراما الرقصة صحيح او الدراما الرشيقة من ساتنا وصلت العالمين وانت بتتكلم ومن قبل ما تيجي بصراحة بتكلم عن الحفلة على السوشيال ميديا وبتقول الناس تستعدوا بتقول الناس ان ان انظار العالم كلها بتتجه للعالمين المهرجانات الغنائية في وجهات سياحية جديدة زي العالمين قيمتها ايه بالنسبة للسوق الموسيقي وللسوق السياحي اهم مهرجان غنيت فيه في حياتي هو المهرجان ده لان انا انا جايب امانا اول مرة جي العالمين اول مهرجان تبعاتك ايه اول مجيطة المدينة انا اول مجيطة انا معرفش ان فيه اه بشوف في التلفزيون وبشوف بس بالشكل ده وبالقوالة ده اين لفت نظرك الصروح العظيمة والمباني الجمدة اللي احنا كنا بنمشي في اي حتة في العالم في اي دولة عربية كنا بنقول ليه ما يكونش عندنا احنا ده ليه ما يكونش عندنا ده ليه اتعمل 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 احسن وانا فخور باللي اتعمل في بلدي وفخور باللي اتعمل في مصر وربنا يوفقنا كلنا ونعمل للأحسن لان فعلا انا شايف حاجات تضارع اي مكان في العالم واللهcm واللهcm انا ما كنت متوقع ده واللهcm ولما حكيم يقول كده فحكيم لف العالم بالأغنية الشعبية وأفريقيا على وجه التحديد أنت ليك مكانة خاصة في أفريقيا وكرمت في مهرجانات كتير جدا وجوائز كتير جدا في أفريقيا إيه الخلطة السحرية اللي حكيم في أفريقيا؟ هو الخلطة اللي أنا بعملها أو المزيكة اللي أنا بعملها أنا دايما باستفاد من روح العصر باستفاد من الموسيقى مش بس عشان أجدد لا علشان أدي طعم جديد للأغنية الشعبية الأغنية الشعبية أغنية لها الليها يعني طبع خاصة عند الناس بتعني شعوب يعني بتعني شعبي ده بتعني ما جميع كتير أو من الناس أصلنا وهويتنا بتعني ناس كتير اللي تحت واللي فوق بيسمع الأغنية الشعبية فأنا لما أستفاد من روح العصر مثلا بنقول آلات الضمار وآلات الحروب بيطوروها فأنا أولا أن أطور الأغنية الشعبية وأطور أي أغنية أو أي مزيكة أستفاد من روح العصر في الأغاني اللي هي بتسعد الناس وتبسط الناس فأنا دايما بغني هنا شعبي واللي احن شعبي الكلام شعبي الفريم هو اللي أنا بغيره اللي هو أنا باستفاد منه أو هي دي الخلطة اللي احنا بنقول عليها الخلطة السحرية الفريم نفسه هو اللي بغيره اللي هو الموسيقى اللي حوالين الأغنية اللي مررت الأغنية الشعبية المصرية لقلوب الناس في أمريكا وأوروبا وأفريقيا عملت الأغنية الشعبية بكل أنواع الموسيقى اللي هي الدوتوات كمان كانت أعتقد برضو كل السر والنجاح كبير برا مصر وكانت آية قلبي ومع جيمس براون وجيمس براون ليلى ومع عدون عمر تيجي تيجي كانت بتتصور كليبات ويعني فضلت عيشة سنين كتير والحمد لله لغاية النهاردة الناس حباها والنهاردة غنينها وآية قلبي كمان كانت الناس مبسوطة منها الدوتوات مع الأصوات النسائية وانت كمان عملت حلوة روح ودي كانت أعتقد أنها نقلة فريقة دي اللي نقدر عليها أن نقول عليها أن هي شعب حتى النخاع الأغنية دي أغنية حلوة روح وأنا كنت بقالي فترة أن أنا بدور على أغنية زي كده وكنت دايما كنت بقول لفريق العمل بتاعي اللي بيعملوا معي الأغاني أقول لهم أنا نفسي أعمل كذا يعني بلغة الموسيقى يعني أقول لهم أنا عايز كنت حسسها شبهك يعني قريبة منك أوي وعشان كده نجحت النجاح الكبير ده هي نرحت لأن أنا كنت بتمنى أن أنا أغني الحالة دي أو الأغنية دي كنت بتمنى بقال من قبل ما أغنيها ممكن ب12 سنة وأنا عايز أعمل اللون ده عايز أعمل الحاجة دي بالزبط كده زي ما هي كده زي الحالة دي ما جات كده أنا عايز أعملها كده هي كمان حالة كمان كانت مرتبطة بنجاح الفيلم وأعتقد أنتو علاقتك بالتمثيل مش بعيدة يعني علي سبايسي 2005 يعني بس إيه الموضوع؟ موضوع التمثيل ده بقى راجعين له تاني مش راجعين لفيلم لا بس أنا أنا ما حبيتش حاكم أنا أول مرة والكلام ده ما حبيتش حاكم كممثل بصراحة يعني مش عايز تعيد التجربة لا مش عايز لا بس هو وأنا أنا في المنطقة بتاعتي يعني أسد النيل بكل طواضع بكل طواضع أنا مدرسة في الحتة دي على خشبة المسرح وفي اللون بتاعي في دي مدرسة تعليق من التعليقات ما قدرش أقول إن أنا متواضع في الحتة بصراحة يعني بصراحة يا حياة تعليق من التعليقات للنهاردة وأنا ماشي في الحفلة سمعتها من الناس اللي حاضرين إنه عليه خف الدم على المسرح الكارزمة بتاعت حكيم على المسرح طغية ودي حاجة مهمة بالنسبة للفنان هو الارتباط ما بين المزيكة وخفة الدم والرشاقة على المسرح مطلوب لازم يكون فيه تناغم ما بين التلات حاجات دول علشان أنا 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 شغلتي إن أنا انترتيمت يعني برفح عن الناس بخلي الناس تكون مبسوطة ودايماً بقول لفرقتي إن أنا وإنت ملك للناس اللي بيتفرجوا علينا وبيسمعونا بيتفرج ويسمعنا فلازم نكون آآ قادرين على إن إحنا نبسطه ونشبعه ونشبعه ونخليه هو بيفض الطاقة اللي في دماغه كلها من أي مشاكل ولازم أخد طاقته كلها لازم الطاقة بتاعته السلبية دي لازم تطلع الناس قرجت من الحفلة النهاردة بتطع الجباكت الحمد لله استعداداتك بتكون عاملة إزاي عشان نشوفك بالقوة دي على المسرح ما شاء الله أنا كنت شايفك في البروفات كنت حضرة كده من ورا الكواليس وبتفرج كنت موغودة ماسك كوبايت الشاي أيوة أيوة كوبايت الشاي ديبا وموغود على المسرح ديبا دي ما بتسبنيش ما بتفرقنيش آآ هو هو أنا دايماً باحضر البروفات لازم وإن إحنا مش بنعمل على فكرة الناس فاكرة إن إحنا بنعمل بروفة مزيكة أنا أنا روح أغني لأ أنا بروح أحضر كل آلة وده الطبخة بقى ده سر المهنة بقى كل آلة طالع منها إيه إيه الصوت اللي طالع منها والكيوهات بتاعتها والإفكتات اللي تحط عليها إيه وكل مكان ليه ظروفه وكل مكان ليه الزبطة بتاعته مع إن الحاجات المكسرات والحاجات آآ اتطوارت جامد إنما آآ إنما نهارده أنتو كنتوا بتلعبوا بين طابلة لوحدها آآ بيك شكل موسيقى الناس بتستنى من حكيم لا وفي كده وفي مهرجان العالمين فيه مفاجآت كمان وإحنا وإحنا في البروفا كل آلة بتزبط لوحدها يعني إحنا بنعود ساعة ونص نزبط صوت علشان نروح الحفلة الناس ممكن ما يكونش عارفين ده وبعض الموسيقيين يمكن ما يعرفوش يعني ما يعرفوش ده بيروح يعمل بروفا اللي هي بروفا مزيكة يعملوا مزيكة على المصر لا هي الموضوع وده ده سر أنا بقوله بقى سر المهنة وسر الـ إحنا خدنا أسرار النهاردة واعترافات قوية جدا آآ كل آلة أنا بطلع منها إيه بطلع الناس هتسمع إيه منها وكل مكان وليه ظروفه وكل مكان ليه الزبط بتاعته حكيم من التسعينات والنظرة ونار نار المتدلعة وستيبو المشوار الفني الطويل ده ما شاء الله آآ شايفو ازاي وأكتر الأغاني اللي انت بتبقى طالح حفلة عارف إن هي جوة مصر أو برو مصر حتطلب منك وما ينفعش ما تغنيهش افرط ولواحد ولا مية الحق عليه رقصوني إحله وتروح آآ آآ الشيء الحاجات دي لازم بتطلب لازم لازم تطلب آآي أقلبي إيه دا بقى هابوسو الحاجات دي بتطلب رسمي يعني دا دا لازم فرض عليesh إن أنا أقول الحاجات دي وبرى مصر طبعا الدوتوهات الغربية دوتوهات اي قلب دي في اي حفلة وفي اي مارجان اي قلب دي لازم ده بصمة عندك جولة في امريكا قريبة صحيح؟ الفترة اللي جاية دي عنده في استراليا عند استراليا في شهر 12 عنده اربع حفلات في استراليا وفي شهر 12 وفي شهر 3 في جولة في امريكا وكندا ان شاء الله بما انك متفرد في حتتك في مسألة الهونى الشعبي المصري بالشكل ده عالميا وكمان في الوطن العربي حكيم شايف السوق الشعبي دلوقتي اللي الاغنية عمل ازاي؟ والاغنية الشعبية عمتا ما تموتش والسوق المصري بيفرغ مطربين شعبيين كتير حكيم دي اسمع مين طيب مطربين شعبيين دلوقتي؟ والله في ناس كتيرة كويسين محمود الليس كويس قوي ومصطفى حجاك كويس قوي قوي ومتهاء اللي دول لان هم اللي بيقصروا في دي بجد الاتنين دولة كويسين قوي حتى لما قابلت مصطفى وقلت له يعني المطرب الوحيد انت ومحمود الليس اللي انا بسمعكو كمطربين شعبيين يعني طيب بما انك دلوقتي انت لسه مخلص حفل العلمين وشايف ردود الافعال بتاعت الناس في الحفلة كانت عاملة ازاي؟ وناس يعني متشوقة انها تشوف المهرجانات والنوع ده من المهرجانات وننشوف حكيم والاغنية المصرية الشعبية ممثلة في مهرجانات كبيرة زي دي شايف احنا ممكن ده يفتنا زي لو قررنا التجربة دي في المحافظة التانية؟ ده لازم واساسي ومهرجان العلمين يكون نواة ينبسق منها كذا مهرجان يعني لو قلنا ده نواة زي كتير من المهرجانات في الدول العربية زي كارتاج مثلا كارتاج بيطلع منه بتاع حوالي 30 مهرجان لو مهرجان العلمين يعني اتأسس كده وتولد كده وبقى حاجة جامدة كده وطلع منه كذا مهرجان مثلا لو رحنا سهاج لو رحنا المينيا لو رحنا اسوان لو رحنا بنسويف لو رحنا الشرقية لو رحنا المنصورة لو رحنا الاهلية الغربية يعني نلف في كل المحافظة السويس بورسعيد يعني المفروض يبقى فيه في كل بلد مهرجان ويمكن انا اقترحت اقترحت من فترة كده ان كل محافظة يبقى فيها مسرح زي بتاع مارينة هنا زي اسواتا بالرياضة كل محافظة وفيها استاد طب ما كل محافظة يبقى فيها مسرح ما دي العدلة الثقافية اللي احنا طول الوقت بنوزي بيها ولما اهلينا في السعيد بيكون في حفلات منشوف الناس عيونها في البلاكونات وقفة بتنور من الفرحة بالموسيقى وفيه في ناس ما تعرفش يعني ايه المسرح دا اللي احنا عاملينه والاضاءة والصوت فيه ناس في السعيد ما يعرفوش ما يعرفوش دا بجد حكيم ممتنل مين النهاردة بعد مشواره الفني دا من البداية مين الناس اللي في دماغك انت حسس انك ممتن لهم وانا يمكن قريت انه الفنان حميد الشعيري كان هو اللي قدمك وعاقتكم مستمرة ما شاء الله ممتنل حميد الشعيري لان هو اللي قدمني قدمني للأستاذ فايز عزيز اللي هو لسه معي لغاية النهاردة وحميد معي يعني على علاقة بي لغاية النهاردة علاقة طيبة والأستاذ سمح المنياوي محامي والناس القريبين مني من بدايات لغاية النهاردة معايا لغاية النهاردة يعني فيه ناس معايا من خمس وتاريخين سنة أصحاب المشوار أصحاب المشوار ان شاء الله يعني مزيد من النجاح والتقلق دايما ربنا يخلي احنا اتشرفنا بوجودك معنا النهاردة في مهرجان العالمين شكرا وانا مبسوطة وصعيدة اني كنت معاك من بداية اليوم يا خبرة يا شرف والحفلة فعلا كانت ممتعة وأدخلت علينا البهجة والسرور كلنا في العالمين النجم الكبير حكيم شكرا جزينانا لغاية النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر